اشتركوا في القناة إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل لظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن نجري إلا على الله وما أنا بطالد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهنون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تنزلي أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني ذل من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحين أردت أن أوصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني ركم معنا ولا تكم على الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج قال لا عاصم اليوم من أمر الله وقيل يا رضب لعيم ما أكي ويا سماء وقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوى تسال الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين